مع تهنئة خجولة من الساسة مسلمة النمساء وأدون صلاة عيد الفطر للعام 1445 أنت ليه شفتها تهنئة خجولة أو ليه وصفت التهنئة بالخجولة نعم يعني إنفوغرات قامت بتقديم هذا الوصف أو بعنويلة الخبر بهذه الطريقة بصراحة لأن طبعا السيد الكسندر فاندربينت قام بتهنئة يعني بسيطة جدا بصراحة على حسابه على إكس على موقع إكس شاهده يمكن المئات يمكن بعض بضع آلاف يعني السيد عمدة فيينا ميخايل أوزفيك قام بنفس الوقت بهذه طبعا بنشر تغريدة على حسابه على إكس وأيضا حسابه على الفيسبوك ولكن أين هو المستشار النمساوي يا سيد الكريم أين هو السيد المستشار في تهنئة ثاني دين في النمسا أين هو المستشار في تهنئة ما يصل إلى مليون مسلم اليوم يوجد في النمسا لم نقرأ هذلك المستشار هو معني بهذه التهنئة ويجب أن يهنئ وليس فضلا منه ولكن أدبا منه عندما يقوم المستشار وغيره من خاصة في هذا المنصب السيادي بتجاهل هؤلاء المليون يعني بصراحة هو يلعب على الحالة السياسية يلعب على الحالة الانتخابية يلعب على عقول السلم الأهلي داخل المجتمع ولكن أستاذ الكريم أنت اليوم يمكن راقبة خبر معين السيد كارني هامر يمارس ازدواجية في الأمس عندما اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قام ماذا؟ بتهنئته بتهنئته بعيد الفطر لماذا قمت بتهنئته يا سيد الكريم وتجاهلت ما يصل إلى مليون شخص موجود في النمسا هذه بصراحة طب انت مثبت داي يعني انت متأكد من الموضوع دهنه لم يقدم تهنئة؟ طبعا طبعا للشينفوغرات شو شغلتها يا سيد الكريم إنفوغرات تتابع حسابات السياسيين كاملة خاصة في هذه المسائل طبعا متأكدين لم يقدم أي تهنئة ولا من أي نوع ونحن حريصون بصراحة إنفوغرات خاصة في الأعياد على أن نراقب من قام بالتهنئة من لم يقرر صحيح أن القضية رمزية يعني لن تقدم ولن تؤخر ولن تزيد ولن تنقص ولكن عندما يقوم المستشار النمساوي بتجاهل عن قصد إذن هذه رسالة واضحة أن ما يصل إلى مليون شخص في النمسا ليس لكم أي قيمة هنا يعني القيمة ما اعتقدتش أنها تبقى بالتهنئة ليس لها أي قيمة عند السيد المستشار عند السيد المستشار الناس فرحت بالعيد وانبسط وصلت وكل سنة يا سيد الكريم لماذا عندما اتصل بالسيد السيسي قال له كل عام مش عارف شو قال له يعني قال له كذا 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 لماذا قام بتهنئته في الوقت نفسه لا يعترف بهؤلاء الأشخاص فهذا بصراحة شيء مخجل بحق النمسا طبعا احنا من الجانب الآخر خلناخد الشق الآخر من الخبر طبعا فعليا كانت فعليا يعني تقوس رائع جدا للعيد في هذا العام صراحة كان يوجد صلاة كبيرة في مدينة لينز مراسلنا ملحم حيمور قام بتغطية الصلاة جمعية السلام اعتقد هي من قامت بتنظيم هذه الصلاة كان حضورا رائعا هناك كان في ايضا حضور رائع في فورلبرغ يعني العادي كان هناك صلاوات جماعية في اماكن عامة ولكن الذي برز منها بصراحة هو في لينز وفي فورلبرغ اضافة الى مساجد فينة وطبعا كالعادة شهد المركز الاسلامي ما يصل يعني يقال انه يوجد يعني صلى في هذا اليوم ما يصل الى 40 الف شخص صراحة فكانت تنظيم رائع من ادارة المسجد لم يكن هناك اي مشاكل لم يكن هناك اي تجاوزات كانت تنظيم رائع بصراحة كان مشهد جميل جدا فبصراحة المواطنون في النمسا يعني سعدون وعبروا عن فرحهم بغض النظر سيد كارل نيهامر قام بالتهنئة ام لا يقوم بالتهنئة